طيب في عندنا حاجة يسمعها كروس بايت أوكي واحدة من المصرحات يسمعونه كثير اسمها الكروس بايت الكروس بايت المقصود فيها أن الأسنان العلوية تمام تكون مطبقة على الأسنان السفلية إيش المقصود في الكلام هذا يلا طيب ناخذ هذه الصورة تمام لاحظوا هنا السنة العلوية تمام ولاحظوا هنا كمان السنة العلوية لاحظوا أن الفق العلوي عموما كامل كأنه جاي فوق الفق السفلي الفق السفلي جاي تحت ولاحظوا أن الفق العلوي مغطي على الفق السفلي هذا النورمل كيف ننقيس النورمل؟ هنقيسه على المولر تمام؟ على المولر اللي هنا بالنسبة للأنتيريا زي ما قلنا يأم أنه يكون كذا؟ يأم أنه يكون عكس اللي يسمينا reverse overjet هي كأنها كروس بايت لكن بالأمام لكن عادة نحن بنستخدم كروس بايت للخلفي كيف نحدد في اللورململ طيب خلونا نروح للتطبيق عشان تكون الشكل أوضح بالنسبة لكم طيب تعالوا هنا وعلى أسنان اللي هنا لاحظوا أنه هنا الأسنان العلوية مطبقة أو متقدمة على الأسنان السفلية طيب إحنا اللي بيهمنا أنه هنمسكت الضرس هذا مثلا السفلي وهنلاحظ عليه زي كذا هنلاحظ أنه هنا بينقسم إلى كسمين صح؟ أفضل أشوي سكرينشوت عشان أقدر أرسم لكم عليه طيب طواني طيب هذه الصورة الآن لاحظوا أنه مقسم من أقسمين صح؟ هذا lingual وهذا بقل بقل صايد و lingual صايد هذا الحين اللور اللور لما شفناه بالطبغاق كان هذا جوه إيش القانون اللي بيقولك في الكروس بايت الكروس بايت يقولك أنه هذا الباكل قصب هذا الباكل قصب الآن هذا الريفرنس بوينت تبعنا يعني نماتي أتكلم عن الكروس بايت لازم تتكلمني على الباكل قصب طيب يقولك أنه اللور قصب مولر يكون اكلود في الأبر تبع الأبر لاحظوا أن الأبر نفس هذا مقسم lingual وبuckle وفي عندنا هذا اللي في النصف هذا الفرع اسمه إيش buccal central groove سواء بالأبر أو اللور طيب بس احنا قلنا الطبيعي أن البuckle cusp of the lower بيكون مطبق على مين على central groove نروح التطبيق لاحظوا في الصورة sorry طيب هنا هنا لاحظوا اللي فوق سنة بنضغط حين على سنة الأبر شايفين هنا عندنا في النصف هنا عندنا central groove لو رجعنا للصورة نفسها هنلاحظوا أن اللور بك القصب اللور إيش بك القصب مطبق على مين على central groove هذا بنسميه طبيعي عنده normal crossbite ركزوني مع هذه الكلمة لأنه هنجي على مصطلحين مهمين طيب زي ما اتفقنا أنه اللور بك القصب لازم يكون وين في central groove off the upper molar طيب إذا اللور بك القصب صار بكلي يعني اتغير من مكانه صار بكلي off the upper molar هذا بنسميه إيش لأنه راح لبكلي معناته يكون اسمه إيش بكال كروس بايت تمام إذا راح lingual زيادة هذا هنسميه إيش lingual or scissor crossbite طيب هنوضح لكم إياها الآن هنا في الصورة في الرسمة هذه لاحظوا أنه الأسنان احنا قلنا العلوية المفروض يعني متقدمة أو طاغية على الأسنان السفلية واتفقنا أنه هنا البك القصب هذا المفروض occlude مع central groove صح؟ طيب لاحظوا الآن أنه اللور اللي احنا اتفقنا عليه هو reference point احنا هنكون نناظر على هذا اللور البك القصب لاحظوا أنه إيش راح؟ راح لجهة البك القصب صح؟ وتعدى ال reference point فهذه الجهة بنسميه إيش؟ هذا المريض عنده buccal crossbite أوكي؟ طيب لو لاحظوا الجهة الثانية أنه هنا central groove لكن البك القصب تابعنا راح lingual زيادة تمام؟ فهذا هنسميه إيش؟ lingual crossbite or scissor bite مصطلح ثاني طيب نيجي أكثر يعني هنا بالرسمة أحسن طيب لاحظوا أنه هذا البك القصب هذا البك القصب of the lower تمام؟ هذا البك القصب of the lower مطبق وين؟ في central groove of the upper هذا معناته إيش؟ normal crossbite طيب هنا عندنا اللسان وهنا عندنا البكل البكل side يعني طيب لو البكل هذا قصب تقدم وراح للجهة هذه زي هنا لاحظوا هنا البكل قصب صح؟ تقدم على central groove وراح لجهة البكل زي ما اتفكنا إذن هذا يسمو إيش؟ crossbuckle crossbite طيب إذا البكل قصب هذا اللي اتفكنا عليه رجع لجهة طن أو lingual فهنا نسميه إيش؟ عنده lingual or scissor bite crossbite إن شاء الله تكون وضحت لاحظوا هنا في الصورة إنه lingual أو اللور تقدم وصار في جهة البكل من الجهتين تمام؟ من الجهة هذه معناته هنا عنده إيش؟ buckle crossbite لكن هنا لاحظوا إنه دخلت جوه معناته هنا عنده إيش؟ lingual or scissor crossbite ممكن شيء تكون مشوش لكم لكن ممكن تسمعوا بعدين تسجيل اللايف هتلاقوا إنه هتلاقوا إنه جدا جدا واضح يهم إنكم تعرفوا هذا الشيء لأنه ما حتستفيدوا منه بشكل كبير رح تسمعوا كثير كلمة buckle crossbite لكن هتجي تهمكم في التريت من بلان تبع محاضرة كاملة قائمة في bar 2 في الكورس اللي حنسويه بعد شهرين في معالجة crossbite في معالجة هذه المشكلة اللي هو crossbite بهمكم إنه يكون عندكم lingual و buckle crossbite كثير من الطلاب إنه وصلوا سنة خمسة ما بيعرفوا يفرقوا بين البuckle و lingual or scissor bite إن شاء الله تكون وضحت وخصوصا لو تركزوا على الشرح اللي شرحته أنا في هذه الرسمة يمكن حساتي يمكن هو أكثر واحد أو ممكن ترجعوا وتعيدوا أكثر مرة وإذا عندكم أي استفسار ممكن تقولوا لي استفساركم ما عندي أي مشكلة بجاوبكم بحاول أني أبسطها بأكثر من طريقة لو سمحت الفرصة طبعا هذه نهاية ال introduction أو اللي سميتها اللي هو terminology مهمة وهتلاحظوا أهمية هذا الشي في المحاضرات إن هتذكروا كلامي وتقولوا لي والله جدا كانت كويسة ال introduction الكرسات السابقة اللي سويتها ما كانت ما كان فيها terminology عموما يعني كنت داخل على طول في الموضوع وكانت تأخذ صراحة وقت في شرح الموضوع هذا اللي هو الأشياء هذه الآن يعني لاحظوا تقريبا قرابة ساعة بس بنشرح بعض المصطلحات ولكن إن شاء الله المحاضرات الجاية هنمشي بشكل يعني أسرع بالنسبة للمصطلحات يعني خلاص ما هنشرح لكم هذه المواضيع شوفوها مرة مرتين ثلاثة إذا احتشت إنكم تشوفوها ما رح أطول عليكم بشكل أكبر الآن ولكن بمعنى أول محاضر وكذا ممكن نحط المحاضر الثانية اليوم الثاني وفي يوم آخر تشرح فيه المحاضر الثانية مرة ثانية أكد على مصالة اللي هو التيرمونولوجي لأنها جدا مهمة أحابكم تركزوا عليها بكل تفاصيلها وحتلاقوا كل حاجة أنتم دايرينها إن شاء الله إلى ذلك الحين نراكم إن شاء الله في المحاضرة الجاية يسأل إستفسار ممكن تطرحوه في الواتساب وهم بيحولوا لي وإن شاء الله بجعبكم عليه إن شاء الله إلى ذلك الحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام وختام ترجمة نانسي قنقر